طيب خلينا نروح للخبر الأخير وهو الخبر الأهم محليا كانت الأخبار اللي فاديت دي كلها تخص النادي الأهلي وهو انطلاق منديال كرة اليد اليوم المنديال الأكبر واللي بتنظمه دولتين لأول مرة في التاريخ وعلى فكرة مش آخر مرة هتبقى بعد كده دولتين في بولندا والسويد وهيستمر حتى يوم 29 يناير الجاية مواجهة فرنسا وبولندا مواجهة قوية في الفترة حية في تمام الساعة العشرة مساء النهاردة ان شاء الله ضمن الجولة الأولى للمجموعة التانية بالمونديال منتخبنا هيبتدي أمتى كابتن هايسا ماتشاطه هيبتدي بإذن الله يوم الجمعة مع كرواتيا الساعة 9 ونص ماتش على أول وتاني المجموعة على طول يعني انت داخل بص اللي هو جاي بعد تيكوف على طول والعب منتخب مصر ضمن المجموعة السبعة مين مع بقى في المجموعة السبعة منتخب مصر علي زين طبعا نجمينا دي بصورة دي على فكرة في بطولة فرنسا مع لعبين فرنسا واخسرنا منهم فرق هدف 32 و 31 في وسط جمهورهم وأرضهم في فرنسا طبعا مين معانا كرواتيا المغرب الولايات المتحدة الأمريكية وهيتأهل من المجموعة دي تلات منتخبات في تمن مجموعات هيبقى هيضموا كده يعني هيبقى طالع 12 24 فريق يعني اللي موجود دلوقتي 32 فريق 32 فريق 4 في 8 32 وهيطلع أول وتاني والتاني بـ 24 فريق يتقسم على 6 مجموعات ياخدوا الأول والتاني على طول على إيه على دور الثمانية بس خلي بالكم اللي هيلعب في المجموعة الأولى من اللي هما التمن المجموعات الأولى هيطلع بنقاطه فمهم جدا لو منتخب مصر عايز يتقاهل يكسب كرواتيا طب هتقول لي ما انت عندك المغرب واللات المتحدة ان شاء الله نكسبه فانت عندك عنق الزجاجة كرواتيا لو عديت بالاتنين بنت بتوع كرواتيا هتخش على المجموعة اللي معاك بعد كده هيبقى 24 فريق على 6 يبقى انت بتتكلم في 4 فرق في المجموعة يعني انت هتلعب 3 مطشات تانيين فانت لازم تطلع من مجموعتك مفول نقط عشان هتطلع على الأصعب هيبقى عندك تعادلات وممكن تخسل لك مطش وتكسب لك مطش عشان تضمع انت تخش دور الثماني فكل ما بتعمل انجاز كويس او تجمع نقط في الدور التمهيدي في الدور اللي بعد كده الدنيا بتهدى شوية مطش كرواتيا بشكل كبير هيوضح شكلنا اذا كنا هنكملها وهنوصل لفيد لو تفتكروا بطولة العالم اللي كانت في مصر كان نفس الكلام اتأهلنا بنقاط كويس وده اللي ساعدنا نروح على دور الثمانية مرتاحية كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر طبعا مين اللي بيمثل منتخب مصر طبعا مدير فني مستر بروندو جاريسيا اللي بقاله مع المنتخب يمكن اكتر من ثلاث سنين وكريم هنداء ومحمد علي وعبد الرحمن حمايد حراسة مرمى وعمر الوكيل بكار واحمد مؤمنة وعلي زين واحمد يشام السيد حسن أداح يحيى الدرق سيف الدرق احمد خيري محسر رمضان مهاب سعيد محمد سند اكرم يسري محمد ممدوق حاشب ابراهيم المصري احمد عدل شادي خليل بنفتقد طبعا لعبنا الكبير يحيى خالد اللي أصيب برباط صريبي قبل البطولة بحول شهر هو عمل عملية بودواتي أحسن في مرحلة التأهيل ولكن من المؤكد هو مش مع المنتخب ولكن خسرنا جهود لعب من أفضل لعب العالم ولكن الخير في الموجود واحنا متأكدين ان شاء الله منتخب مصر يد كالعادة بإذن الله يفرحنا وهيكون يعني رجالة وعلى القدر المسئولية وان شاء الله نحتفل معهم بالفوز على قرواتيا بإذن الله يوم الجمعة القادمة الساعة 9 ونص دي كانت أخبارنا خلينا أطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل أبطالنا أبطال الشباب لكرة السلة تحت 20 سنة واللي فازوا ببطولة القاهرة في إنجاز كبير للقطاع كله بحصاد أو فوز أربع مراحل سنية اللي هما الأربعة أربعة من أربعة في المراحل السنية لكرة السلة ولكن بعد الفاصل